بسم الله الرحمن الرحيم المواقز هذا الدرس مقدمة للمواضيع أول شيء خل نشوف الأوبريتور الجديد الأوبريتور الجديد الجديد عندنا هو باقي القسمة وعندما هو الرمز الأوبريتر الجديد اللي هي رمز العلامة المئوية مضبوط هذه ليست علامة ليس مقصود في النسبة المئوية وإنه مقصود في لما تشوفه في الجاه فمقصود في باقي القسمة طيب شو المقصود باقي القسمة خلني أذكرك بما يسمى بالقسمة الصحيحة بباقي مضبوط القسمة الصحيحة بباقي لما تجي تقسم عدد على عدد مثلا نفرض أن قسمت 7 على 3 تقول الناتج هو 2 2 في 3 ب6 والباقي 1 مضبوط إذن هذا هو ناتج القسمة العدد 2 هو ناتج القسمة الباقي هو 1 والقاسم هو 3 والمقصوم هو 7 نسمي باقي القسمة الريميندر في الرياضيات نكتب بالكلمة هذه اللي هي معناها باقي القسمة اللي هي ريميندر وهذا نسميه ال كوشنت أتمنى أني أذكر بشكل جيد أرنها كذا سيد هذا ناتج القسمة وهذا هو باقي القسمة وهذا القاسم وهذا القاسم وهذا ما يسمى بي المقصوم اللي هم نسميهم ال الدفيدن و والديفايزر هذه طبعا في الرياضيات لكن مهم جدا التذكير فيها مضبوط هذا القاسم والمقصوم وناتج القسمة وباقي القسمة الآن لما أجي أقول هنا في الجافة لما أقول 7 وهنا 3 باقي قسمة 7 على 3 يساوي 1 هذا هو باقي القسمة لو نجرب عدد ثاني مثلا لو نقول خلنا أخذ مثال ثاني مثلا 21 أو خلنا نقول 23 باقي قسمة على 7 هنا نعرف أن 7 في 3 باقي 21 والباقي 2 إذن يكون الباقي 2 بينما 23 تقسيم 7 يساوي 3 هذا الباقي 2 والناتج 3 هنا حاجة مهمة جدا لاحظوا أن هنا لما جئنا نقسم ما قلنا 3 فاصلة شيء وإنما قلنا 3 سؤال ليش هذه مهمة جدا الآن بالنسبة للأوبريتور ناتج أوبريتور القسمة هذا مضبوط لديفايدز وقسم هذا الأوبريتور يختلف معناه على حسب الإعداد التي تعقيها إياه لو عطيته أحد العددين شفت واحد منهم على الأقل مضبوط إذا كان كلهم معدك مشكلة لكن على الأقل واحد منهم كان double أو float زين مثلا لو عطيته مثلا 23 23 على سبعة أو أنك عطيته مثلا 23 D تقسيم سبعة أو عطيته 23 F تقسيم سبعة أو عطيته 23 تقسيم سبعة فاصل صفر أو 23 تقسيم سبعة F وهكذا واحد منهم على الأقل واحد منهم double أو float أو كانوا كل الأثنين مثلا 23 فاصلة صفر على سبعة فاصلة صفر إذا عطيت واحد منهم double أو float مباشرة أعطاك قسمة عشرية بفاصلة مضبوط أعطاك قسمة عشرية بفاصلة يعني يعطاك الناتج هو عبارة عن ثلاثة فاصلة يعني هنا نقلنا هذه كلها يساوي مضبوط ثلاثة فاصلة شي ما بل يمكن واحد أو أو أكثر من واحد بالعشرة أو أكثر من واحد بالعشرة بشوي تمام إذا ثلاثة فاصلة واحد مضبوط واحد خمسة يمكن أو شي زيت إذا هذا الناتج عشان تحصل على القسمة اللي بدون باقي لابد أنه كل العددين اللي عندك كلاهما يكون نوع int لابد هذا int وهذا data type على operator data type نوع البيانات غير لك معنى operator إذا كان كلاهما العددين int أعطاك الناتج مباشرة int إذا كان واحد منهم على الأقل double أو float مباشرة حتى لو الثاني int مباشرة أعطاك الناتج double تمام مباشرة أعطاك الناتج double هذه ناحية مهمة جدا هذا الأول اللي هو operator القسمة طبعا باقي القسمة يمشي باقي القسمة مع double لكن يعني معناه شوي غريب لكن على الأقل باقي القسمة لما تعطي int وint يعطيك الباقي القسمة زي ما تشايف هنا إذا 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 بغيت تسو قسمة زي هذه تجيب الناتج باستخدام operator هذا بشرط أنه الجميع يكونون int وتجيب الباقي باستخدام operator هذا شو اسمه operator عفون operator هذا operator باقي القسمة إذن إذن نستطيع أن نقول operators حقاة العمليات الرياضية عندنا في الإشبنات الجافة شفنا جمع وطرح وضرب النجمة وقسمة وباقي القسمة هذه هي operators الرئيسية في عملية مع العلم أنه operator هذا يتغير معناه على حسب نوع البيانات كذلك operator هذا الجمعي تغير معناه على حسب نوع البيانات وهذا ذكرناه سابقا لكن دعنا نذكر فيه لو قلنا 2 زائد 3 راح يعطينا 5 تمام لكن لو قلنا مثلا لو قلنا 2.0 زائد 3 راح يعطينا 5.0 تمتيك إذا كان واحد منهم دبل عطاك على طول دبل لكن الناتج يعني ما في تغير كبير بين ناتج ما يلخبط زي القسمة لكن لو أنك لحظه تغير المعنى تغير المعنى يعني عطيته int وint عطاك int عطيته double وint عطاك double مباشرة طبعا دائما الكمبيوتر يرقى دائما الكمبيوتر يعطيك الأكثر أمانا زين لو تذكر حنا الكمبيوتر الآن لابد عنده نوعين مختلفات من البيانات زين عنده نوعين مختلفات من البيانات وهذا شيء مهم جدا لازم أشير له أنك لو عندك الوبراتور وعندك نوعين مختلفات من البيانات الكمبيوتر لابد يسوي typecasting ما سميناه typecasting زين لابد الكمبيوتر يسوي لك typecasting زين سوى typecasting في هذه الحالة مضبوط عندك هنا double وهنا عندك int فقام مباشرة رفع لك الانت double سوى typecasting للانت هذا خلاه ثلاثة فاصلة صفر زين وهذا اثنين فاصلة صفر وجمعهم فطلع لك الناتج خمسة فاصلة صفر هنا هذا انت وهذا انت فماحتاج انه يسوي typecasting لكن إذا جاي يسوي typecasting دائما يرفع ما ينزل زين معنى انه يرفع للآ أكثر أمانا يعني أقدر أحول الانت double بدون ما أخاف زين الكمبيوتر يقدر يحول بدون ما يسبب أي مشاكل لكن تحويل double الانت لا حنا شيفنا طبعا الكلام هذا في typecasting قبل قلنا لازم تسوي and explicit type casting تمام فلو انك انت بغيت هنا العملية هذه تتم بحيث انه يعطيك integer عملية الجمع يعطيك integer انك لابد انك تعطيه type casting تقول الشي هذا تقول int 2.0 زائدا 3 وهنا رح يعطيك الناتج 5 وليس 5.0 فهنا انت سوي type casting قلت له حول لي ال double الى int بعدين يجمعه مع الثلاثة زين هذا شيء مهم جدا هذا نفس الشيء يمشي على الباقي الوبراتور الضرب والطرح والقسمة وباقي القسمة فلو جينا مثلا للقسمة هنا لو جينا مثلا لو قلت لك قسم لي 23.0 تقسيم 7 على طور رح تقول لي بالكمبيوتر رح يعطيك يقول الكمبيوتر رح يسوي لك type casting لل7 يخليها خلنا نحط هنا بلون ثاني يخلي هذه تبقى 23.0 تقسيم 7.0 ساوي شو شو ثلاثة فاصلة ما أدري واحد شي ممكن واحد خمسة زي ما قلنا هنا مضبوط هنا سوء الكمplicit type casting رفع الانت الدبل مضبوط ارجع تذكر بايت شورت بعد انت بعد لونج بعد فلوت بعد دبل دائما يرفع من الاصغر للاكبر من البايت الى الدبل دائما يرفع للاكبر تمام عشان يكون آمن لكن أنت لو بغيت القسمة هذه تكون قسمة صحيحة باقي لابد أنك أنت تجبر الكمبيوتر أنه ما يسوي العملية هذه تجي تسوي الكمبيوتر تقولوا لا أنا حقيقة أبغى هو شي أحول هذا الانت ثم بعد كده أسوي عملية القسمة فيجي الكمبيوتر يقولك أوكي هذا 23.0 تصير 23 تقسيم 7 ساوي 23 تقسيم 7 وتساوي 3 3 تمام هنا هذه حاجة مهمة جدا في العلاقة بين الأوبريتور وبين الديتا تايبز أخيرا وذكرنا هذا سابقا الأوبريتور حق الجامع زين الأوبريتور حق الجامع إذا منه صار في طرف من الطرفين سترينج فإنه مباشرة يحول الطرف الآخر سترينج زين فلو عندنا هنا ABC وهنا عندنا مثلا 2.3 على طول مباشرة يحول لك الـ 2.3 هذه إلى سترينج فتطلع لك ABC سترينج زائدا 2.3 كسترينج وهذه لحظ أنه رفع دائما أكثر أمانا أنه يحول الدبل لسترينج تحويل لسترينج لدبل ما لا معنى لأنه ممكن سترينج يكون كلام وليس ما تضمن دائما أن سترينج يكون لسترينج هذه القاعدة بكل بساطة أي رقم تقدر تحول لسترينج لكن في سترينج ما تقدر تحول لرقم فما تقدر تحول لرقم هذا الرقم مضبوط صحيح ممكن يجيك سترينج في الرقم ثلاثة مثلا فهذا تقدر تحول للرقم ثلاثة عادي لك ما تضمن دائما هذا هو اللي راح يجيك كسترينج هذا سترينج تمام هذا هو نتيجة الوبراتور إذن مرة ثانية في هذا الدرس تعلمنا العلاقة بين الوبراتور وبين الديتا تايب وشفنا كيف يتغير معنى الوبراتور على حسب الديتا تايب اللي نعطيه هذا الشيء الأول وشيء الثاني كيف إنه الكمبيوتر إذا شاف إذا شاف أوبريتور ومعه نوعين بيانات مختلفين يقوم مباشرة يحول واحد من النوع البيانات هذه بطريقة آمنة باستخدام الامبليسيت تايب كاستنج حتى يضمن إنه تنفيذ الوبراتور ما رح يسبب لنا أي مشكلة